في زيارة رسمية يتوجه رئيس الوزراء عدل عبد المهدي الخميس المقبل إلى الصين على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وسط توقعات بأن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية ومرحلة جديدة للعلاقات العراقية الصينية من خلال توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات الزيارة طابعها اقتصادي خصوصا وأن رئيس الحكومة يبحث عن تنمية اقتصادية داخلية يستطيع من خلالها تنشيط الاقتصاد أولا ومن ثم استجلاب الاستثمار ثانيا وبالتالي خلق فرص عمل على مستوى الداخل العراقي من أجل تطوير البنى التحتية زيارة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي إلى الصين يتوقع منها أن تؤسس لمشاريع كبرى معها تكون انطلاقة لثورة اقتصادية مرتقبة في العراق من خلال تنفيذ شركاتها لمشاريع طرق وسكك حديد وإنشاء طرق دولية جديدة فضلا عن إنشاء مدن صناعية وسكنية كبرى في محافظات عراقية عدة أعتقد هذه التوجهات هي توجهات إيجابية من قبل الحكومة العراقية في التوجه إلى غير الولايات المتحدة الأمريكية لأن دولة مثل الصين وروسيا وخصوصا الصين من الممكن أن تساعد في الاستثمار وإعادة المدن وفي بناء المدن الكبرى وما ممكن أن نستثمرهم في إعادة بناء المدن المنكوبة كنينوى وكالفلوجة وكالأنبار أبرز محطات الزيارة والاتفاقيات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والثقافية التي سيوقعها الجانبان والتي تعرف بالاتفاقية الإطارية ستوفر أكثر من عشرة مليارات دولار لعمليات إعادة الإعمار في العراق كما ستساهم في حل أزمة الكهرباء عبر إنشاء محطات ضخمة للطاقة الكهربائية في رأس الدليمي قناة الفلوجة بغداد